قارات ليلية ومباغتة تمت فجر هذا اليوم في الساعات الأولى من هذا اليوم ضد الفصائل المسلحة الموالية لإيران بعد اتفاق تم بين إسرائيل وبين روسيا حول تغيير قواعد المنطقة وقواعد الاشتباك الموجودة في الداخل السوري وقد يطال ذلك أيضا العراق إذا ما جئنا إلى تفاصيل ما جرى طبعا هو كل جرى في محافظة القنيطرة في سوريا هذه طبعا الأراضي السورية التي ترونها هنا هذه طبعا محافظة دمشق باللون الأحمر هي مناطق سيطرة النظام السوري نظام بشار الأسد وفي اللون الأزرق هي طبعا الجولان وهذه هي الأراضي الإسرائيلية محافظة القنيطرة مشكلتها بأنها هي تحولت مكان للرصد بالنسبة لحزب الله اللبناني يستخدموها دائما لعمليات الرصد على الإسرائيليين تعتبر جزءا مهما من طبيعة ملف المواجهة هذا ملف الجولان هم يسموا بالنسبة لهم لحزب الله اللبناني ولي الفصائل المسلحة وطبعا محافظة القنيطرة تبعد تقريبا عبر الجولان هي فقط 18.5 كيلومتر منطقة قريبة للغاية تعتبر من النواحي العسكرية ولذلك الإسرائيليين الآن هم يشتغلون على هذا الموضوع من أجل أبعاد عمليات الرصد التي تستخدم من خلالها عمليات الهجمات وأيضا محاولة ليعطاء فرصة بالنسبة لهم أنه لما تتعدى طائرات الإسرائيلية هذه المناطق متوجهة إلى المناطق في العمق السورية على مستوى تدمر على مستوى الحدود العراقية السورية متى خذ انذار الفصائل المسلحة من هذه المنطقة أنه إسرائيل وطائراتها انطلقت وبالتالي يروحون بخنادقهم وغيرها إذا ما جئنا إلى تفاصيل هذه الضربة بشكل أدق الآن وفي هذه المناطق الموجودة في القنيطرة سنلاحظ بأن هذه المناطق صار من خلالها طبعا ثلاثة ضربات صارت ثلاثة استهدافات لحزب الله اللبناني ومقراتهم المقرات بشكل عام واحدة منها هي بناية للمالية يستخدمها حزب الله اللبناني في عمليات الرصد موجودة في هذه المدينة اللي يسمها مدينة البعث بالإضافة إلى ذلك أن هناك تل الكروم أيضا تستخدمها الفصائل المسلحة وتحديدا حزب الله اللبناني في عملية الرصد عبر الجولان ضد طبعا الإسرائيليين وكذلك منطقة ثالثة لم تذكر ولكن يشتبه بأن خان أرنبا اللي هي موجودة بهذه النقطة يشتبه بأن مقر تابع لحزب الله اللبناني هو بجانب إحدى المقرات التابعة للجيش العربي السوري هو الذي أيضا تم استهدفه طبعا يوم أمس وهذه المناطق يجب أن نفهم قضية بأنه الفصائل المسلحة زادت من تواجدها في هذه المناطق وترسخت من شهر الواحد 2021 وإحنا الآن طبعا يعني رح ندخل ورح نوصل إلى شهر الدعش وبالتالي صار لهم فترة هم مشكلوا الكثير من الأمور واستطاعوا من ترسيخ تواجدهم في هذه المنطقة لذلك الآن إسرائيل بدأت تشدد من عمليات ضرباتها من أجل ضرب البنى التحتية بشكل أعلى لهذه الفصائل لكي لا تجد طريقا والآن أنه حتى بعد هذه الضربة في الصباح الباكر مباشرة نشروا الإسرائيليين هذه المنشورات ووجهوه إلى عناصر الجيش السوري وأبلغوهم بأنه إحنا بالنسبة أنه بتعدوا عن ميليشيات حزب الله اللبناني أنه إحنا بالنسبة أنه سنستهدف وسنستهدف وأنه رح يكون ثمن باهظ إذا أنتوا تعاونتوا إياهم والمشكلة أنه حتى فضحوا المناطق اللي موجود بها حزب الله اللبناني والمناطق اللي يستهدفوها يعني ذكروا على سيبيني مثال تل كروم اللي ذكرناها الآن وذكروا حتى أسماء القيادات التي تعمل في هذه المنطقة في عمليات الرصد ذكرت هذه المناطق وطبيعة الأمور التي استهدفت فجره هذا اليوم شوف شون اللي قالته اثنان من المواقع عبارة عن أماكن المراقبة يستخدمها حزب الله اللبناني هذا من اللي انضربت بينما كان الهدف الثالث موقعا بجوار منشأة عسكرية سورية زعمت إسرائيل منذ فترة طويلة أنها تعمل مع حزب الله هذه ضربات تأتي بعد تقريبا 24 ساعة أو أكثر بقليل من اللقاء والاتفاق اللي صار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقوا على قواعد الاشتباك بشكل واضح وصار الاتفاق أنه يا إسرائيليين لتستهدفون الجيش العربي السوري نهائيا لتستهدفون المواقع الخاصة بينا واللي هي موجودة بالقرب من القوات الروسية الموجودة ولكم الحرية المطلقة في استهداف الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة ولكن على شرط أنه دائما تبلغون من وقت قلونا وين مواقعهم وين تضربون حتى نقدر ناخذ إجراءاتنا في هذا الموضوع كروس إذا كانت لدينا مصلحة هناك أما الباقي أضربوا أضربوا مثل ما تريدون وبالتالي أعطوا البطاقة البيضاء للإسرائيليين في عملية الاستهدافات وصارت الضربة يوم أمس واضح من المنشورات أنه هم ديريدون أو الفجر هذا اليوم طبعا الضربة صارت وبالتالي واضح جدا هم ديهدفون أنه روحوا واشتغلوا على قضية هذه الفصائل المسلحة وأنهوها وطبعا هذه القضية بالنسبة للحكومة الإسرائيلية اللي نفتالي بنت الواضح جدا من الضربة اللي صارت يوم 13 عشر جنوب غرب تدمر أنه الإسرائيليين دي يشتغلون على هذه القضية حتى قبل هذا اللقاء مع فلاديمير بوتين بدأوا يضربون فعلا البناء التحتية كما تحدثنا يعني هذه تدمر والضربة اللي صارت يوم 13 عشر بدت الكثير من التفاصيل تصبح واضحة الآن عبر الأقمار الصناعية ومما جرى يعني جزء من المواقع هذه موقع هذا واحدة من المواقع اللي انضربت وهذا أيضا موقع من المواقع التي ضربت ملاحظتين هنا في هذا الموضوع واحدة من الملاحظات هو هذا الموقع دعونا نقترب من هذا الموقع اللي هو تبين بأنه طبعا هذا الموقع هو يمثل قصر الشيخة موزة اللي هي طبعا زوجة أمير قطر السابق وهذا طبعا هي المنطقة اللي خاصة بها أنه هذا كله هو يعتبر القصر أي واحد يروح على جوجل راح يلاحظ بأنه فعلا هذا هو القصر والبنايتين التي استهدفت هذه البناية وهذه البناية في يوم 13 عشر ولو نلاحظ في الأقمار الصناعية فعلا دمرت هاتين المنطقتين بالكامل وسحقت وإذا ما رجعنا في الصور قليلا قبل هذا الاستهداف سنلاحظ بأنه هناك عناصرا من لواء فاطميون اللي هم طبعا مجموعة من الأفغان اللي جندتهم إيران للقتال في الداخل السوري وصارت أعدادهم لا بأس بها لو نلاحظ هذه الصورة لهؤلاء المقاتلين الأفغان في لواء فاطميون ونلاحظ خلفهم وبظهرهم طبعا هناك طبعا قصر الشيخة موزة وإذا نحاول نقترب من هذا القصر من هذه الصورة قليلا لكي نركز سنلاحظ فعلا أن القصر موجود بالظهر هو الذي ضرب طبعا بهذا الشكل ووضع مع الأرض وهذا يوضح بأنه لواء فاطميون إحدى الميليشيات اللي موجودة في هذه المنطقة وهذه كلهم التخذية عبارة عن مقراتهم لهذا السبب هو ضرب وطبعا هناك ملاحظة أخرى مهمة في هذا الموضوع هذا هو طبعا تدمر وهذا هو جنوب غرب تدمر هناك نقطة مهمة هي ملاحظة على هذا المكان تحديدا على الشمال طبعا الفصائل المسلحة تعرف تماما بأن هذه المناطق التي استهدفت وهناك حتى نقطتين أخرى بهذا الاتجاه أيضا استهدفت هم يعرفون تماما بأنه ممكن جدا أنه هذه تستهدف لذلك هم محاطين حساباتهم وتم ملاحظة بهذه النقطة بالأقمار الصناعية هما أصلا عندهم شبكة للأنفاق نخليها الفصائل المسلحة يعني إذا رجعنا إلى تسعة في 2019 شهر تسعة في 2019 سنلاحظ هذه الأنفاق حتى نقترب منها قليلا ونشوفها سنلاحظ بأنه ليس هناك أي عمليات حفر أو غيرها ولكن آخر صورة اللي هي قبل 13 عشر قبل القصف سنلاحظ فعلا بأن هناك عمليات حفرية موجودة أنه بعض الأمور مفتحت بعض المنافذ يعني هذا منفذ من اللي نشوفه من المنافذ التي تستخدمها الفصائل المسلحة كذلك هذا منفذ آخر وهناك أيضا هذا المنفذ الآخر الذي ترونه هناك منافذ أخرى أيضا موجودة في هذه المنطقة لكن إذا ما ركزنا على هذه المنافذ ونبدأ من هذا المنفذ وننتهي بهذا المنفذ حتى نأخذها واحدة واحدة سنلاحظ فعلا بأنها منافذ تستخدمها الفصائل المسلحة من أجل التواجد في هذه الشبكة في حالة أنه تصير ضربة أو غيرها أو حتى يخلون عتاد في داخل هذه الشبكة هل هذه المنطقة انضربت أو لا؟ هذا سؤال يعني لا زال غير واضحا حتى هذه اللحظة لأن الضربات الإسرائيلية مثل ما قلنا كانت بهذا الاتجاه ضربت هذا الموقع وضربت هذا الموقع ويبدو بأنها ضربت هذا الموقع وقد تكون مضربتها يعني حتى الضربة قد لا تؤثر لأنها طبعا تحت الأرض ولكن رغم هذا الاتفاق اليوم بين الروس وبين الإسرائيليين على أنه يحرقون هذه الورقة للفصائل المسلحة الموالية لإيران إلا أن هناك قضية لم تعجب الإسرائيليين كثيرا أنه الروس رفضوا تماما أي قضية ضرب عسكري أو استخدام ضربات جوية عسكرية مباشرة للمفاعلات النووية الإيرانية وهذا معناتها بأنه الآن مو بس الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن هي تقف ضد إسرائيل في قضية ضرب المفاعلات النووية كما تجهز إسرائيل يوميا من طائرات وتدريبات ومن ميزانية الآن الروس أيضا رافضين هذا الموضوع وحكومة نفتالي بنتياني نوعا ما تبحث عن الكثير من الدبلوماسية والتفاهمات وتبحث عن تفاهمات والمشكلة الحقيقية التي تضاف على هذا الأمر في ظل أن الإسرائيليين الآن عندهم رفض روسي ورفض أمريكي هذا الرجل رافيا القروسي وهو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا قال أن الإيرانيين مدى يتعاونوا ويانا نهائيا وما يدخلون للمواقع اللي يريد نوصل لها وواحدة من المناطق وواحدة من الأماكن هو هذا المصنع اللي هو مصنع في مدينة كرج ضربوء الإسرائيليين في حينها أيضا بهجوم غامض في هذا المصنع طبعا هم اللي يسون بأجهزة الطرد المركزية التي يتم من خلالها تخصيب اليورانيوم ضربة بهذا الشكل من هذه الصورة اللي جت في يوم 1-7-2021 كما تلاحظون هنا الضربة طبعا واضحة على هذه النقطة اللي هي طبعا هنا باللون الأصفر بعد هذه الضربة طبعا من شهر ستة حتى يومنا هذا الإيرانيين ماذا يخلون الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تصل إلى هذه المنطقة من أجل إصلاح الكاميرات التي تضررت بسبب هذه الضربة ورافيل جروسي كان واضحا قال بصريح العبارة بأنه احنا خايفين من أن سيناريو كوريا الشمالية يتكرر كما حدث في عام 2009 لما الكوريين مباشرة انطردوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2009 وتحولوا إلى دولة نووية لذلك هو أحذر من هذا الموضوع وهذه قد تعتبر أخبار سيئة وسيئة للغاية على الأقل كما تروج إسراء